السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير حباباتي جبتلكم اليوم كما عودكم في هذا الشهر المبارك وصفتين ليه وصفة الكيش بالسلق حنا على برنا بلي السلق مفيد جدا للصحان تعنا وعصير المخيتو او عصير الليمون بالنعناع المنعش راح يفيدكم بزاف وينحيلكم العطش في هذه السخانة يعني تا هذه الايام اذا اول حاجة نبدأ بها هي عجينة الكيش تابعوا معي اذا اليوم نديرو كيش بعجينة جدو اقتصادية هنستعمل ثلاثة كيسان تاع فارينة من خولها انتو ما اذا حبيتو ديرو غير دو سون سيكوند غام قيس امول ديرو غير زوج كيسان كيما راكم نشوفو نديرو لها شوية تاع مغيرفة صغيرة تاع الملح وعلى راس المغيرفة صغيرة تاع خميرة تاع القاطو ونديرو لها لهنا زوج مغارف تاع المغارين بحرارة المطخ ونزيدو لها لهنا كيما راكم نشوفو زوج لها ثلاثة هنا تدرت ثلاثة تاع الزيت نورمال وزوج حبات تاع فروماج بورسيون راح يعطيها واحدة القرماشة هاي لهذا العبات يوم ممتون اقتصادية اذن نبقى ولهنا هكذا نبسو فيها مليح كيما راكم تشوفو بين يدينا ندخلو كامل هذك المكونات لازم تحكوها مليح حتى تبسس مليح واذا بينسور الفارينة نتحكم شتوب اللي مخصوصة يعني تبسس تقدرو تزيدو لها اما حب فرماج ولا مغيرفة زيت او مغيرفة ولا نص مغيرفة تاع مغارين انتو مع عينكم ميزانكم الإسانسية لازم تكون العبات بالسم الليح كيما راكم تشوفو وبعد نبدأ نلم فيها بالعمال بارد غيب شوي تدريديا باش ما تجرلكمش نبدأ وهكذا غيبين صبحتينة من عجنوهاش غيب العقل كيما راكم تشوفو نبدأ ونلمو فيها بالعقل 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 حتى تتلم لازم العجنة هذي من عجنوهاش كيما راكم تشوفو هكذا جس نلموها هكذا بين يدينا هكذا هكذا جس كمسا وبعد ندروها في كيس بلاستيكي ونخبيوها في الفريجي داع حتى وين نجو نطيبوها إذن هنا بنسبة للحشو استعملت شوية على السلق وندبلته في شوية زيت وزبدة وشوية بصل لقدر استعملت للبصل الخضر شوية ملح شوية في الفلكحل ونستحق وزوج حبات تاعة البيض شوية ياورت وشوية تاعة طن لما يحبش طن يقدر يستغنى عليه وشوية فروماج ولا تقدر ثانيك ديرو البيونداشي إذن هنا نحكم ندير لابعايا كيش نتاعي نحكم لدو زوج بيضات وندير عليهم هذيك الياورت ونزيد عليه شوية الحليب إذا كان عندكم الكريم فراش لكيد تجي أحسن نخلطو مليح أنا لهنا نزيد شوية تعال الحليب نديرو بيانسير شوية ملح من كالطروش لأنها كين فروماج شوية في فلكحل وننحبطو في هذيك السلق نتاعنا حذروا برك من ملح لأن السلق ديجا فيه الملح فروماج ونزيدو هذيك الطو نندير هنا في معون شوية شوية واسا ونخلطو مليح لابعايا كيش نتاعنا ونزيدو نضيفولو هذيك فروماج فندو ولا مكعبات إذا كان عندكم ونخلطو مليح ونروح نخرج لابات إنتاعي اللي كانت بتاحت لهنا مدة ساعة أو أكثر كي ما حبيتون توما تقدو توجدوها صباح طيبو على الشيء إذا نقسمها اللي هنا على زوج كي ما راكم تشوفو وندير نستاعين بالشوية تاع الفارينا ولا ما نكتروش بزا في الفارينا ونبدأ ونحلو فيها بالحلال غي بالعقل ولا لا 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 اللابات هذي كي تريح توليه تعطيكم الطوع وتولي هاي لا فغي ما نشوفو كيف راهي طرية وكل مرة تقلبوها هكذا وتحلو غي بالعقل ولا هكذا كي ما راكم تشوفو هذي ها الطريقة الصحيحة ولا هكذا ومبعد نحلها بينسور على حساب اللي مول انتاعي كي يلو على حساب اللي مول أنا راح نستعمل على مول ضائري هذا تعزجاج ولا ولا ونرفضوها بكل سهولة ونعاود نحطها على المول كي ما راكم نشوفوها تسقموها كي ما راكم نشوفو ولا لازم نضغط عليها من التحت باش ما تطلع ليش هكذا ولا ولا ومبعد بالاصابع نبدأ بالاصابع نبدأ نضغط عليها ولا هكذا في الكوتي لازم هذي المرحلة مهمة جدا ولا بهكذا ضغط عليها بالاصابع هكذا ولا ومبعد نحو هذي الزائد تعلابات وتحكمو فرشيطة وتقبوها تقبوها من كل الاماكن يعني في الوسط وحتى في الكوتي اللي هنا ولا هنا لابات تعنا مرحيش نطيبوها قابلون رح نطيبوها ديراكتو ما معا لابا غياكيش ولا وهنا يا لابات اللي بقاتلي زيت درت بهم ليمول تاعي صغار لهنا هنا درت لي سبعة تاع ليمول قبل ما نطيب العبات ندخلها الفريجيطة ندخلها باش تنشف هذيك تحت هذيك الزبدة هذيك باش ما تديفورماليش كي طيب وبعد كي نعاول نطيبها ولا في وقت الفطور بنص ساعة ولا نعاود ان نخرجها من الفريجيطة وندير هذك لابا غياكيش في اللي مول تاعي الكبير في اللي مول الصغار ونضيف اللمسة الاخيرة اللي يحب هذي اختيارية الخوماش غابي هذي هي طيبتها في الفوق من تحتهم بعد عاود حمرتها شوية من الفوق هذي هي كي ما راكم تشوفو جات روعة 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 ولابات مقرمشة وعاكم تشوفو مادات الناش بزاف يعني اللمغغغين هي عجينة مقرمشة جدو رائعة وخاصة اقتصادية وعلا هني قسمت لكم واحدة شوفوو الداخل كيف هذي جات لابات مجي غيقة مجي غشينة وصدقوني الذوق جدو رائع شاهدكم بالصحة احبابتي نفوتو دروكا للموخيتون تعنا تبعوا معايا اذا هنا باش نتحصل على لتر من الموخيتون للعاصير نستعمل حبة موينة على القارس وريقات تع النعناع اذا كان القارس انت حكم صغير تستعملوا زوج حبيبات صغار شوية تع المظهر والسكر حسب الرغبة كاين يحبوه حلو بزاف كاين يحبوه موينة وعلا نحكم امبول انا نقيت هذي كل الحبات تع القارس ونقطحها كما راكم نشوفو هكذا شرائح كبيرة وعلا انكاغي وعلا انقطحها كما راكم نشوفو هكذا نعود نضيف عليها هذوك الوراقي تعال النعناع اللي هنا قد ما تكثروا نعناع قد ما يجيكم هذك اللون الاخضر والبرنامع عندي ما نقولكم ونهنا نستعمل نزيد السكر انا اللي هنا اليوم درت ربعة مغارف ما حبيتش يجيني حلو بزاف ليحبي يجي حلو يزيد ليحبي ينقص في الحلاوة كل واحد على حساب الذوق انتاعه والا ونبعد نزيد نضيف مغارفة تع كاس ببعضو هنا كاس تعال الماء حنستعمل ريتلا تعال الماء نوك نستعمل نميكسيه مع كاس تعال الماء ونضيف هذك المغارفة تعال الماء زهر هنا اللي عندو البلندر يستعمل وللوروبو كل واحد على حساب انا استعملت البراميكسر هذي النتيجة بعد الميكساج شوفو الهنا لازمنا نحكمو نزيدو هذك ووصلوها للريتلا يعني نزيد ثلاث كاس تعال الماء ديكون عندو اللي غلاسون سيون كورميو يميكسيه بلي غلاسون يجي احسن ولا تخلوه يبرد ولا وبعد صفيوه تحكمو صفاية وتصفيوه باش مايبقاوش هذوك الحبيبات الصغار تعال نعنا ووالا هذا هو الجون تاعنا بعد ما سقيناه شوفو اللون تاعو رائع رائع جدا ووالا نخليوه يبرد ونحطوه نقدموه في الفطور واللمسة الاخيرة وهذي لازم تديروها باش مايجيكمش اسيد مايجيكمش فيها الحموضية ديرو زوج مغارف تاع حليب راح تشوفو الفرق يعني ويجي فريمان تخي تخي بان إذن هذا هو العصير الليمون ونعنا عن تعنا المنعش في هذا الحرارة اللي هو يسموه ستنجو اسبانيول يسموه الموخيتو شاهدكم بالصحة والهنا أحباباتي إن شاء الله تجربو هذو الوصفتين اللي جبتهم لكم اليوم أتمنى إن شاء الله تشاركوا الفيديو نتاعي مع الأصدقاء وتشتركوا في القناة إذا كنتم جدد إذن أستودعكم الله سحف توركم وبقوا على خير تلقوا إن شاء الله في فرصة أخرى مع السلامة